أعلنت النيابة العامة خادها كافة إجراءات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعدد من العرائد المقدمة من محامي المسجون على عبد الفتاح ودوية وأعلنت النيابة العامة انتقال أحد رؤساء نيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إداع المسجون بمركز الإصلاح والتهيل بوادي النطرونة واطلاعه على ملفه فتبين سابق استقباله لتماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من دويه وأحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية وعدم معاناته من أي مشكلات صحية أو سابق إصابته بأي مرض وعشرت نيابة العامة إلى أنه بسؤالها للمسجون علاء عبد الفتاح قرر أنه يعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده ولا يشتكي من مكان إداعه أو منع مستلذمات المعيشة عنه وأكدت نيابة العامة أنه على ذلك فإن التحقيقات التي تجريها في الشكاوى المذكورة لم يدبت منها صحة ما دعته إحدى شقيقتي المسجون من تعرض علاء عبد الفتاح لأي سوء معاملة ترجمة نانسي قنقر